اخيلوا إن أشد من كده في قصة هلاك المال افتكروا كده قصة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام مديان اللي كانوا يطففون المكيال والميزان يبخسون الناس أشياءهم الأمة دي كانت بتعمل إيه؟ الأمة دي كانت بتعمل إيه؟ الأمة دي ما كانش بتزني ما كانش بتقتل الأمة دي كان كل عملها إن هي بس بتاكل أموال الناس بغير وجه حق يطفف في المكيال وفي الميزان يغشوا الناس يتحقوا على الناس بس في يوم حر جديد قوي في يوم حر جديد قوي مش لقين حاجة يستضلوا بها فلو سحابة بس نروح عند السحابة دي يروح عند السحابة يستضلوا بالسحابة الحاجة اللي هو كان بيظن هي تكون فيها طرفيه له الحاجة اللي هتكشف عنه الشمس وحر الشمس سحابة فلما اجتمعوا تحت هذه السحابة أنزلت عليهم ناراً فأحرقتهم عذاب يوم الظلة اللي ربنا ذكره في القرآن آه هو تلاقي جمع مال من حرام وجوه حر جداً طب يلا نطلع على الساحل نشتري بقى فيلا في الساحل آه نشتري فيلا في الساحل عنده ولدين ينزل بقى ننزل بقى للبحر بقى مش عارف إيه ينزل للبحر ما يطلعوش دوق بقى مرارة المال الحرام دوق بقى مرارة المال الحرام وهو رايح بقى اللي أولاده والعربية تتقلب به والعربية همه 3-4 مليون خلاص بقى ما تسويش حاجة فسبحان الله الحاجة اللي كان هيترفه بيها وهتكون سبب في ساعته هي اللي كانت سبب في تعاسته زي أصحاب الظل بالظبط قالوا هم قوم مدين اللي بعث الله عز وجل نبياً ليه علشان يلوم حرام تاكلوا أموال بعض بغير وجه حق بهذه الصورة هذه النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لنا في القرآن قد إيه الإنسان إذا أخد المال وآخدوا بغير حق وآهر ناس بسبب المال ده اللي اتخذ ظلماً وعدواناً ده إزاي ربنا عز وجل بيهددوا بهذا الأمر وييجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أخدوا بالكم هي مش قصة أصحاب الجنة ولا قصة قارون ولا قصة قوم شعيب لا لا ده هو قانون ثابت اللي ربنا سبحانه وتعالى في الكون إن اللي هيجمع مال من حرام يظن إنه هو هيكون يسعده يعني أو يفرحه لا لا يمكن يسعد به ولما جيت أتتبع كده المال الحرام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجئت دايماً إن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما قلون دايماً مع المال الحرام هتلاقي مثلاً سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق وهتلاقي سيدنا النبي يقول لعن الله الراشي والمرتاشي والرائش وهتلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الربى آكله وموكله وكاتبه وشاهديه هو إيه القصة آه هو قانون ربنا في الكون إن هذا الإنسان الذي يجمع ماله من حرام لا يمكن يكون سعيد لأنه هيكون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى ربنا يطرده من رحمته اللي قاعد للنهار كده يلم فلوس من حرام يلم فلوس من حرام لن يبارك لك في ذلك اللي راح في يوم يجيب أموال رباوية كبيرة جدا وقرد رباوه بيظن أن المصنع يبقى اتنين وثلاثة واربعة عمرك ما هتسعد بده عمرك ما هتسعد بده ولا هتفرح بده بل والله لن تزداد إلا تعاسة والسبب في ده المال الحرام والسبب في ده هو المال الحرام كلمة اللعنة دايما مستمرة مع الناس دي وفي نفسه برضو الأمر وجدت دايما أن القلة وضياع المال وانعدام البركة مقرولة مع المال الحرام هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الحديث الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة حتما ولابد هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما البركة محق وهتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين يعني السنين السنين هنا هي الأوقات اللي فيها مجاعات وقلة أموال وفقر مضقع الله هو مش بيطف في البكة الميزان عشان يكسب أكتر آه بتيجي سنوات المجاعات المجاعات وسنوات الجدب وسنوات البلاءات بتأخذ كل هذا المال صحيح فعلا هي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى المضية سنة ربنا المضية إنه لا يمكن أبدا ملك يزيد هو دايما يقل